يا فندا، وأتمنى أني أكون عند حسن ظن حضرتك وهو ده اللي أنا متوقع، وإن شاء الله حاليه يا بركة، كل الأخبار كله تمام، البضاعة تسلمت، والمعلمة انشرح هي اللي عينتها بنفسها وأبادت نحقها وأنا رديت السواقين، خد صحيح، جالبك خير وبركة، رديت عم رز؟ طبعا يا عم، عم رز ده الخير وبركة والله ما حد بركة غيرك يا بركة عفول لأنت بقول لك يا صحيح، المعلمة انشرح وصتني أنك أول ما تيجي تعد عليها في البيت مش معنى البيت يعني؟ أنا شعرفني طب اسمها زين، هاتم نفتحها عربية أتأخر، عبل ما تجهزوا الأكل بس، ها كل رجعت الله سلام سلام والله أنا خايف على الوقت حربي رجل تتزحلق وتأخذ على مشوار المعلمة ويسدنا ويروح يعيش هناك لا يا عم، حرم يعملهاش معقولة يعني هيسيم العزبة اللي احنا عايشين فيها دي ويعيش مع المعلمة انشرحها بقولك ايه، كبر دماغك، مفيش أحلى من تكبيري الدماغ ولو عليك ما بتفهمش هذا بركة ده انت بتفهم أكتر مننا كلنا موسيقى 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 ده إيه الصدفة السعيدة دي يا معلم أبا ضايا ملكش فيه آذ إيه اللي جابك هنا قادة تيوي أبدا بس المعلمة ثابت لي خبر إنها فوت عليها تفوت عليها ماشي ما هو العين بقت فوق الحاج وإنت ما بتراش نشرة أخبار واللي عالي عالي الله 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 ده اللي هو الفراحي ده يا معلم أبا ضايا واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا إيه مش هو أخد أنا منك على الحنية دي فروش لك يومين يا حربي بس يكون في علمك إن شوية الشلح فات اللي إنت لامامهم حواليك دول كلهم رش ما يبلش أبا ضايا غسل افتح لشرة يا عبد افتح أهلا معلم أبا ضايا المعلمة موجودة موجودة الله يسلمك وإيه سلمنا جميعا يا أحلى سهرة يا أختي هما بيطلعوا إمتى دوت اخسى عليك يا سيحال بيخدك سلمتك من خد يا بيت يا رأي يا يا سهرة أنا بدي يا سهرة قولي لبرينسيسا لما أعلم أبا ضايا واصل لوحده أهلا يا أبا ضايا برينسيسا أرسل تعالى تفضل ويفعل باب ليزا الغريب تفضل يا حربي أحشتين يا برينسيسا وأنت مش قوي جبت الغلة يا يا برينسيسا بس أستاذلك يعني تشوف حربي عايز إيه لأنه شكله مستعجل وعلى سفر والله ما ينفع إيه اللي بتقوله ده يا معلم ده أنت الكبير بتاعنا خلص إنت الأول وأنا هستجل جرى إيه يا حربي جرى إيه يا حربي هنشقت لبعض ما تشوف إنت عايز إيه وتخلص هات الإراضي يا با ضايا يا برينسيسا أصدقى يعني هتفضلوش لما أغزق ما أنا فاهم يا عم المترجم حد قالك إن أنا ما معيش لغة أمرين يا برينسيسا الإراضي ده الإراضي كله؟ كله يا برينسيسا عفارم عليك يا معلم يا دوبة بقى تلحق تروح تنام عشان لازم تفوت علي يا بكرة السمحة بدري عشان عايز أفوت على البنك قبل ما أروح المستودع طيب طيب يا معلم يا دوبة إنت بقى تلحق كده إيه تروح عشان تنام بدري وتسحى بدري للمعلمة يأ أمش يا برينسيسا طيب يا حربي فروش لك يومين سلام يا برينسيسا اسمحني طب أبا ضايا أعود يا معلمة أخد الباب في إيدك عشان بكسلة وما أفله أخد الباب في إيدك عشان بكسلة وما أفله أخد فيش علاق يا معلمة تعالي عود جنبيني قولي بقى عملت إيه مع رشوان؟ كل خير يا سيت الكل لقيت له سكة؟ لسه شوية بس أنا يعني ليه عندك طلب؟ أؤمر دلوقتي إحنا محتاجين لمغزن مضطرف يكون بعيدة عند العيون وأهم حاجة إن ما يكونش في أي حد من المنطقة يعرف مكانك عندي حتة مغزن معجور وكبير وفي حتة ما حدش يعلم عنها حاجة في سقارة كنت والسه من جوزي الأولاني لأ من جوزي التاني هتجيك مفتاح حلوة قوي هاخد منك المفتاح وتديني كمان العلوان وهطلع عنا سبحانه أول وقت تزن عيني وإن شاء الله يمعلم إن شاء الله حقك هيرجع لك لحد هندك إن شاء الله حقك هيرجع لك لحد أول وقت تزن عيني توقيت حربي ده مش سهل فرد الشراع ونفخ عالرابع ومفيش أي حد واكل معنا ده قد هفع بولوش عازم رايته بس نجد ليه مش هيلاء لو دورت عالحقيقة هتلاقي مش هيلاء ألم منك هسيب الناس بس أكل بعالي معلمك لأكل عارف لو حلاوة كنت علمت عليها مش كلا بدي خطط لحاجة كبيرة كبيرة أوشي طعف يا معلم أحسن حاجة إننا نكمله ونغب عليه نغب عليه بس ألم نغب عليه لازم أعمل معا الصح هتنفلوا ريشوا ريشة ريشة عشان بحاجة مش يحط عليه الله عليك يا سيد الناس وعلى أفكارك يا بونس البراديس كنت بسحيتك يا أجد يا معلم في المنطقة يا مهيبي لوحك يا جيب يا عنيبة لا حد سحابي لا يتشد بس حابي ولا يتشد بس حابي ولا أي حد بيأكل كنافة في البلد دي سمن�심 نحنا سوالك يا دنيا على اللي عمل تفي كرامي الله لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده يخرب بيتك يخرب بيتك يبيت دعاك بتبيتي زي القمر سaide قلقه البسه طبخه هرمزه انا مش نقص عظارك ده و انا بش ده انظني انا مش حقده منزل الشارع كده الناس هيقولوا عليه عب المكياش ده كله قاله لبس العرويان ده اي 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 الناس هيقول عليك اي اي مايقولوا يااختي اللي يقولوه واحنا منا بقولك يا دعايا أهم حاجة يختف شغلاتنا دي المظهر ولا أنت عايزة بقى تروح لعزامي ويقولك بيتك بيتك وترجع العطيات وخيال المقاتل اللي اسمه أبضايا وتتجوزي والناس ينادوا عليك في الشارع بيقولوا ايه يا امرأة الغول أمينا الغولة دنيا أنا مش لا أصح ذرك على فكرة بصي انت لو تنطبت كده وقفت على دماغك أنا مش حنزل بالنفس ده الشارع ولا رحك بريده أصلا بقولك يا دعاء فوقك بقى بالحركات دي بقى خلصينا يلا بينا ورانا شغل لا أنا مش حنزل كده ده استغفر الله العظيم يا رب خدش 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 ده كده على كدف كده ها وان شاء الله كده هتبقى زي الأمر ويلا بينا بقى يلا بينا نعار ده أول يوم لكي في الشغل يا دعاء يلا هنتأخر ده انت ريخ معوي على فكرة